حسب بيان لوزارة الخارجية أجرى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سيد رمطل عمامرة محادثات تنائية على انفراد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين المملكة الوردونية الهاشيمية الشقيقة السيد أيمن الصفدي حيث رحب الوزير أيمن الصفدي باتفاق الفصائل الفلسطينية وتوقعها على إعلان الجزائر الممبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية مشيدا بجهود الجزائر ودورها في هذه المبادرة